هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بتعاوني مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذو الإعاقة كتاب الرياضيات لصف الرابع فصل الأول الوحدة السادسة الدرس الخامس صفحة خمسين طرح الأعداد ضمن سبع منازل على الأكثر المصطلحات الرئيسة قيمة منزلية إعادة تسمية المطروح منه المطروح وناتج الطرح يجد ناتج طرح عددين كل منهما ضمن سبع منازل على الأكثر باستخدام الورقة والقلم أستكشف إن معرفتك بطرح الأعداد ضمن سبع منازل تساعدك على فهم القيم المنزلية للأرقام في العدد وكيفية إيجاد الفرق بين عددين تقارن بعض الدول بين عدد الزوار لإحدى مناطقها السياحية بين سنة وآخرى فتجد الفارق بين عدد الزوار في السنتين بلغ عدد زوار إحدى المناطق السياحية في إحدى السنوات مليون ومتين وأربعة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة زائر وفي السنة التي تليها مليون وخمسة وثلاثين ألف وثلاثة واربعين زائر ما الفرق بين عدد زوار المنطقة في السنتين أتعلم في طريقة الطرح العامودي لعددين كل منهما ضمن سبع منازل؟ تطبق القواعد نفسها تماماً مثل عددين كل منهما ضمن منزلتين أو ثلاثة رتب الأرقام في أعمدة بحسب قيمها المنزلية وذلك بوضع العدد المطروح منه في الأعلى والعدد المطروح تحته رسم خطاً تحت المطروح وضع رمز عملية الطرح ناقص على يساره اطرح من اليمين إلى اليسار عموداً بعمود إذا كانت عملية الطرح غير ممكنة في أحمد الأعمدة تعاد تسمية رقم المطروح باستلاف واحد من الرقم في العمود المجاور له على اليسار ضع ناتج طرح رقمي كل عمود في العمود نفسه الذي طرح رقماه ولكن أسفل الخط ضع ملاحظة لأي إعادة تسمية للأرقام بطرح واحد من الرقم المستلف منه ووضعه كمنزلة عشرات للرقم الذي أعيدت تسميتهم للتأكد من عملية الطرح اجمع المطروح مع ناتج الطرح لتحصل على المطروح منه مثال جد ناتج طرح 8.250.625 ناقص 3.153.483 سنضع الرقم المطروح منه ثم إشارة الناقص وثم الرقم المطروح ونطرح من اليمين سوف نبدأ 5.3.2 2.8 لا يجوز سوف نستلف 1 تصبح 12 12.8.4 الستة صارت 5 5.4.1 0.3 لا يجوز سوف نستعير 1 من الخمسة تصبح 4 10.3.7 4.5 لا تجوز سوف نستعير 1 وصبح 14 14.5 9 1.10 8.3 5 انتهينا من كتاب الطالب سوف ننتقل إلى كتاب التمارين في الصفحة 75 76 تحدي الأول جد ناتج طرح كل زوجة من الأعداد الآتية ألف أربع مليون أربعمية تمانية وتلاتين ألف ومتين وسبعة وتمانين ناقص 3 مليون 213 1685 7 ناقص خمسة اتنين 8 ناقص تمانية سفر 2 ناقص 6 لا يجوز نستعير 1 12 ناقص 6 6 7 ناقص 3 4 3 ناقص 1 2 4 ناقص 2 2 4 ناقص 3 1 الناتج 124 602 1 4 3 8 4 28 28 28 ناقص 142 714 الناتج 249 714 الف رعجيم 7 473 448 ناقص 1 652 539 الناتج 5 820 909 الف رعدان 7 7 287 746 746 ناقص 2 848 133 الناتج 4 439 613 613 تحدي الثاني الفرع الاول في احدى الغابات 976454 شجرة بلوت وسرو فاذا كان عدد شجر البلوت 86521 شجرة فما عدد شجر السرو نتمكن من ايجاد الناتج سوف نطرح عدد شجر البلوت من عدد الشجر الكلي 976 97654 ناقص 86521 الناتج 11133 فرع فرع الثاني بلغت صادرات الاردن من احدى المنتجات الزراعية في احدى السنين 5.837.200 كيلو جرام وفي السنة التي قبلها كانت الصادرات من المنتج نفسه 5.387.250 كيلو جرام جد الفرق بين الصادرات في السنتين يتمكن من ايجاد الفرق سوف نطرح السنة الاولى من السنة الثانية وعليه سيكون الناتج سوف نطرح 5.837.200 ناقص 5.387.250 الجواب 449.950 التحدي ثالث اكتب كل عدد من العداد الاتية بالارقام ثم اطرح العدد الاصغر من الاكبر ألف ثمانية ملايين وخمسمائة واربع وثمانون الفا ومائة وسبعة سيكتب من اليمين الى اليسار سبعة سفر واحد أربعة تمانية خمسة تمانية ملايين وسبعمائة وستة وأربعون ألفا ومائتان وواحد وخمسون يكتب من اليمين الى اليسار واحد خمسة اثنين ستة أربعة سبعة تمانية الآن سوف نطرح تمانية مليون وسبعمائة ستة وأربعين ألف ومائة وواحد وخمسين ناقص تمانية مليون وخمسمائة أربعة وتمانين ألف ومية وسبعة الناتج مية واثنين وستين ألف ومية واربع واربعين انتهى الدرس الخامس